بما أن احنا بدأنا الترحيب من عند سيادة النائب عمر فهبدأ السؤال من عند دكتور عبد الوهاب قد يسأل الناس يعني إيه اقتصاد المعرفة ويعني إيه اقتصاد المعرفة ده بيجي فلوس صح سؤال صعب يعني وإحنا عشان نعرف المشاهد الكريم اقتصاد المعرفة لازم عرفه اقتصاد الأول اقتصاد التقليدي مثلا اقتصاد سهل لا مش سهله برضو عرض وطلق لا اقتصاد التقليدي بشكل عام هو مسلس ليه 3 أطلع ضلع الأولاني الموارد أو المواد الأولية وعادة معظمها بيطلع من الأرض زي المعادن والبترول والغاز والزراعة والمية وكل ده طب الكلام ده هيطلع الواحدة ولا محتاج الضلع التاني العمالة أو العيد العاملة الضلع التالت رأس المال إذن هو ده المسلس اكتملت عوامل الانتاج آه التلاتة الأولانيين طب لما دخلنا في اقتصاد المعرفة هم برضو 3 بس استبدل مواد الخام اللي هي الأرض إذا جاز التعبير بالمخ الإنسان قالك الإبداع والإبتكار فكرة حلو طبعا لازم يكون برضو فيه أيد عاملة بس مهرة بقى معتمدة على التكنولوجيا وفيه حد بيمول فلوس كرأس المال طيب مثال يعني أي واحد في الاقتصاد القديم كان عنده مصانع وعنده مزارع وعنده 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 في الاقتصاد الجديد واحد عمل أبليكيشن على الموبايل تستدعي بالتاكسي عمل أبليكيشن طب الأبليكيشن ده إيه؟ فكرة إيه؟ فكرة جديدة أنا طول عمرنا كنا بناخد التاكسي إزاي؟ بتنزل في الشارع وتمدي إيدك للشارع؟ لا أحد من أقفك ده لما أنا فكر لما اتطورنا يقول لك كلم التاكسي في التليفون يعني كنا عندنا في المعادي يقول لك كلم التاكسي في التليفون ده لما اتطورنا لكن دلوقتي إذا قبل ما تنزل بتدخل من الأبليكيشن تختار النوع اللي إنت عايزه من الشركات أو من السيارات وهكذا الأبليكيشن عمل إيه؟ خد بياناتك وموقعك بعت أمله وشاف أقرب سيارة في المنطقة إليك خد بياناته وبعتها لك وخلاك أنتو الاتنين تتوصلو وبعض طبعا فيها أمان وفيها كل حاجة لو ركبت التاكسي ونسيت حاجة معروفة الأهالي إلي عندهم بنت أو ولد راكب متابع خط صح السير ده عملية أو ده اقتصاد معرفة معرفة هي مخ طبعا هو في النهاية الدول إلي عندها مواد خام بقى الدول غالبانة بالدول إلي عندها معرفة ترجمة نانسي قنقر